ما الذي يتوجب على النظام المصري أن يفعله في إيقاف عملية برية في رفح الفلسطينية؟ تعالوا نشوف مع بعض طيب اتفاقية كام ديفيد بتقول أنه بتحضر على أحد الأطراف أنه يتحرك في مناطق حدودية دون اختار أو موافقة الطرف الآخر بالمقابل تعطي اتفاقية الإسرائيل نفس الحق عند تحريك مصر لقواتها في المناطق الحدودية في سينة لاحنا نقدر نتحرك في سينة من غير موافقة إسرائيل ولا هم يتحركوا في غزة من غير موافقتنا طيب اللي بيحصل ده معنى إيه؟ معنى أنه هو بينتهك سيادتك بيهدد أمنك القومي ومش عاملك إيمة ولا شايفك ولا عاملك احترام فإنت أنشر برومو فيلم السرب بسرعة يمكن يرتجعه طيب مسؤولين مصريين حذروا من أن القاهرة ستعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل إذا اجتاحت رفح بريا دي صحيفة وول ستريت جورنال ونيورك تايمز في فبراير الماضي مصر بالفعل أرسلت حوالي 40 دبابة ونقلت جند ومدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال أسبوعين بعد التحذير وده وفقا لوكالة مونت كارلو قنوات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى قالت للشركاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن مصر يا جماعة لديها رؤية واضحة وتقدير بشأن خطورة الموقف ونحن نرفض هذه العملية ده نقلا على لسان طرق فهم يستدر علاقات الدولية في جامعة القاهرة اللي قال الكلام ده لصحيفة الشرق الأوسط الأكثر من كده أنه سامح شكري وزير الخارجية المصري قال لتوني بلينكين لوزير الخارجية الأمريكي أن احنا بنرفض كمصر إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية الكلام ده حصل في اتصال هاتفي يوم 12 أبريل الماضي وفقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية احنا أمام معضلة أمام اتفاق أمريكي إسرائيلي على ضرورة الدخول لرفح الفلسطينية وفي اتفاق مصري إسرائيلي أمريكي بشأن توفير ضمانات مش عايزين ناس كتير تموت ومش عايزين الفلسطينيين يجوا مصر ومش عايزين تهجير لكن الحقيقة مصر لم تطلب عدم العمل على إنهاء ما تبقى من الفصائل الفلسطينية في عملية رفح وده الكلام المعلن اللي مصر بتقوله لكن المهم عند مصر إيه؟ إنه ما تقرب ليش ما تمسش الأمن القومي بتاعي وده وفقا لتصريحات السفير عبدالله الأشعل للعرب الجديد في 14 أبريل الماضي